نرجع نشوف التقس بتاع أصر جميلة نرجع نرجع خبراء الأرصاد قالوا أن الجو حيرجع برد تاني بالنهار حيكون شديد البرودة بالليل وحيصل للسقيع في المناطق الزراعية ووسط سيناء وشمال السعيد يعني ناخد بالنا نلبس كويس ونعمل حسابنا كده بالليل بجاكت تيل أو بلتو ودلوقتي حنروح لدرجات الحرارة النهار ده عندنا القاهرة 30-14 اسكندرية 27-14 اسماعيلية 31-15 برسعيد 21-17 السويس 30-17 نخش بقى على الغردقة 25-19 شرم الشيخ 25-21 مرسم أتروح 21-16 لقصر 31-12 أسوان 32-15 احنا عموما معنا الدكتور أحمد عبد العالي يطمننا أكتر على رئيس هيئة الأرصاد الجوية يطمننا أكتر على حالة الجو ويقول لنا أخبار الحالة الجوية إيه صباح الفول يا دكتور صباح الفول على حضرتكم صباح الفول على حضرتك طب مننا على الحالة الجوية خصوصا النهار ده يعني إحنا نزلين كانت الشابورة مستمرة لحد بقى ما بعد الساعة 6 ونص سبعة كان لسا في شابورة جامدة جدا النهار ده ومن بلح كان الجو ملزق قوي وحر لا أخبار الحالة إحنا مستمرين في حالة تسخين في الجو حتى نهاية هذا الأسبوع ودي موجة جاية من الجهة الجنوبية الشرقية من ناحية الصحراء السعودية ودي طبعا دي جديدة على مصر لنتيجة التعارات المناخية اللي أثرت على العلم ومنها مصر لكن إن شاء الله تنتهي مع نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله تمام إن شاء الله يعني برضو يا دكتور نفت المخليين بالنا ويعني نتوخى الحظر كده في استخدام الملابس وأخبار بقى الأنشطة الملاحية يعني حركة الملاحة والرياح يعني اسمحيلي بس أن أنا أقول لسادة المشاهدين أرجو عدم تخفيف الملابس إحنا نازلنا في فصل الشتاء ومع الأسبوع القادمة تنقف الدرجات الحرارة وهتحس فعلا بهذا قصات شديد وده عشان كده بدينا أرجو منهم عدم تخفيف الملابس بالنسبة لحالة البحار فهو معتادة وصالحة لأعمال الصيد يعني الجو مهيئ لكافة الأنشاطة البحرية لكافة الأنشاطة البحرية عشان بس الناس اللي ممكن بقى بسافر على الويك اند ولا حاجة يا دكتور لا لا يا قدي ويك اند إن شاء الله يكون بيك اند زيل فل إن شاء الله بإذن الله شكرا يا فندم وصباحك في الفل صباح الفل على حضرتك